قبل الفاصل كنا نتكلم مع حضراتكم على التطور والتطور اللي حصل في قطاع الزراعة في مصر ورح يمكن دفنة الكريم أشار لنقطة هامة جدا وهي فكرة تكامل المنظومة وأنه قطاع الزراعة ما كانش يشهد هذا التطور ولا هذه التطور لو لا التطور اللي حصلت في قطاع النقل هي كمان قطاع النقل استحود على نصيب كبير جدا من التطوير اللي حصل منذ تولي سيدة رئيس عبدالفتاح السيسي مقاريد الحكم في البلاد واللي كان السبب فإن الدولة تعمل مشروعات كتير جدا إن كان في الزراعة حتى السياحة في الاستثمار والصناعة وفي جميع القطاعات مشروعات على سبيل مثال زي القطار الكهربائي المونوريل المترو السكك الحديدية تطوير الطريق الدائري وغيرها من المشروعات اللي هتساعد فيه اختصار الوقت ومنع التكدسات والازدحمات المرورية خلينا في تفاصيل أكثر عن هذا الملف تحديدا من دكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق والمرور بجماعة حلوان واستشاري الطرق الدولي اللي نورنا في السيديو سبع الخير سبع الخير أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور يمكن فكرة إن أنا أبدأ مشروع جديد أو أبدأ خدمة جديدة من البداية خالص بتكون أسهل من أنا أطور للأسف إرثة عندي في مشاكل حضرتك بتتفق مع هذا الطرح أو لا؟ آه طبعا بشكل كبير طيب إحنا الدولة المصرية إيه التحديات اللي وجهتها في فكرة رفع كفاءة الطرق وإن هي تقدر تتعامل مع الإرثة التقيل اللي كان موجودة دار في هذا القطاع تحديدا تمام يعني الحياة الدولة المصرية في الثمان سنوات الماضية مشت في اتجاهين الاتجاه الأول هو إنشاء شبكة الطرق قوية فيما يسمى المشروع القومي للطرق اللي دخل عام الثامن وتم إنشاء ما يقرب من عشر تلاف كيلو من الطرق السريعة نعم في الاتجاه الثاني بالتوازي كان فيه رفع كفاءة كان فيه توسعة كان فيه زدواج لعدد آخر من الطرق خلينا باتكلم على الطرق الطرق طبعا بتشمل الكباري والأنفاء وجميع الأعمال الصناعية اللي بتقع على الطريق طبعا استطعنا إنجاز فعلا عشر تلاف كيلو تقريبا مع رفع كفاءة عدد من الكيلومترات برضو تقدر بالألاف ده أدى إلى تعظيم مستوى الخدمة على الطرق المصرية وتعزيز مستوى مصر ومركز مصر في تقريب التنفسية الدولية من المركز 118 إلى المركز 28 بقفز 90 مركز هو ده الاستراتيجية اللي الدولة المصرية مشيت عليها في الثاني سنوات الماضية طيب دكتور لهري كلم على المواني المواني أيضا شاهد التطوير وكان لها نصيب كبير جدا من التطوير كان عندنا تقريبا المواني بتضم 35 كيلو نهارده أصبحت 70 كيلو في تطوير أيضا للأرصفة أهمية تطوير المواني يعني تعالى نفند اللي حصل حاجة حاجة كده هو ولا انقطاع النقل بشكل عام اللي بيأشمل الطرق والسكة الحديد والمواني والمطارات وكل وسائل النقل شاهدت طفرة ما حصلتش في تاريخ مصر لو سيادتك بتتكلم على المواني المواني فعلا حصل فيها تطوير حصل فيها تنمية وما زالت جميع المواني المصرية بيحصل فيها تطوير دائم ومشروعات بتتم داخل المواني المشروع بينتهي بنبدأ واحدتين لأن دلوقتي احنا بنتصابق لوضع مصر في المكانة اللائقة بها على المستوى الدولي أضيف لسيادتك كمان المواني البارية يعني النهاردة بنتكلم في المواني البحرية وأيضا إنشاء مواني بارية النهاردة في معظم محافظات مصر لتخفيف الضغط عن الميناء البحري بنقل البضائع بشكل مباشر إلى الميناء البري علشان تفض مكان في الميناء البحري ويقدر أنه يستقبل بضائع تانية عندنا المطارات المصرية بالفعل حصل فيها تطوير شامل في جميع المطارات وآخرها مطار شرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر في مؤتمر كوب 27 الجاري في الوقت الحالي طبعا بعض المطارات تم تحدثها وتطويرها وأعدت للاستخدام المشترك بعض المطارات أنشأت من جديد من أول وجديد مطار سفينكس ومطار العاصمة ومطارات تانية أنشأت من البداية خالص في مطارات موجودة زي شرم الشيخ وزي أسوان وزي الغرداء هذه المطارات تم التطوير الشامل فيها يعني احنا بنتكلم في قطاع النقل بشكل عام اللي بيشمل كل وسائل النقل اللي خد نصيب الأسد بقى هو وسائل النقل الحضاري صديقة للبيئة أو كما نسميها النقل الأخضر المستدام الدولة تبنت هذه المنهجية في خلال يمكن أربع سنوات مضت وبدأنا بإنشاء أولا تطوير متر الأنفاء اللي كان موجود من زمان طبعا ولكن الخط التالث والخط الرابع طبعا دول ما كانوا موجودين ودلوقتي بيتم في ستاحهم قطوة خطوة دخلنا في مشروع زي ما خضرتك تفضلت وذكرتي المونوريد وهو خطين شرع النيل اللي هو بيبدأ من مدينة نصر إلى القاهرة الجديدة ومنها للعاصمة الإدارية وقرب النيل اللي بيبدأ من المهندسين في جامعة الدول العربية ومنها إلى أكتوبر وحدايا أكتوبر الخط ده طبعا جاب تنفيذه دلوقتي وإن شاء الله نتوقع قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية هيكون خط المونوريد شرع النيل خلصان إن شاء الله وبيستخدم وبالفعل فيه تشغيل تجريبي بالفعلة عمل على الخط ده في جزء بسيط منه ولكن إن شاء الله التشغيل الفعلي هيكون قبل بداية الانتقال إلى العاصمة أيضا من وسائل النقل الأخضر المستدام القطار الكهرباء السريع المكون من ثلاث خطوط الخط الأول اللي بيبدأ من العين السخنة على ساحة البحر الأحمر وبيمر طبعا بالعاصمة ومنها إلى العالمين الجديدة وثم مرسمة تروح بطول 660 كيلومتر بيربط شرق الجمهورية إلى أقصى الغرب أيضا عندي الخط الثاني اللي هو بيبدأ من أكتوبر أو خلينا نقول محافظة الجيزة يعني القهارة الكبرى إلى أسوان وأبو سنبل ويقدر يقطع المسافة من القهارة إلى أسوان في أربع ساعات إن شاء الله والخط التالث طبعا اللي بين محافظة البحر الأحمر وبين محافظة إنا والأسر ده طبعا يمكن بشكل كبير لخدمة السياحة أنا بنتكلم على وسائل كتيرة كلها بتعتمد على الطاقة النظيفة فيش وقودة تقليدي السولار وما شابه ذلك فيش موجود أيضا عندنا خط أوتوبيس ترددي أو ما يسمى بيه أرتي جرى إن شاءه حاليا على الطريق الدائري وإن شاء الله في خلال ست شهور هيشتغل بإذن الله عندنا طبعا الارتي اللي هو بالفعل تم افتتاح مرحلتين منه اللي بنسميه القطار الكهرباء الخفيف من مدينة السلام محاطة عدل منصور ومعها طبعا العبور والشروق والمستقبل والرويكة حتى العاصمة في محاطة مدينة الثقافة والفنون المنورد ده له امتداد إن شاء الله من المحطة الموجود فيها دلوقتي إلى المحطة المركزية في العاصمة علشان يربط مع القطار الكهربائي في نفس المحطة المركزية للقطار الكهربائي اللي جاي من السخنة والريح على مين الارتي ده الارتي حيربط مع الهاي سبيت مع الأطر السري إن شاء الله هنا دي الهب أو المركز بتاعه محطة عدل منصور بدايته صحيح محطة عدل منصور ونهايته في العاصمة حيكون في المحطة المركزية يعني فاضل حوالي أربع محطات حيتم إن شاء الله علشان يربط مدينة الثقافة والعلوم بالمحطة المركزية اللي فيها القطر السرية وأيضا له امتداد تاني داخل مدينة العاشر هناك مرحلة أخرى داخل مدينة العاشر أربع محطات تانية لخدمة مدينة العاشر من الرمضان كلمنا على وسائل النقل كلها صديقة للبيئة كلها بتستخدم وقود كهرباء بدلا من السولار أو البنزين وده في حد ذاته أقل في التلوث البيئي ومتمشيا مع السياسة العامة للدولة والتوجه العالمي بالاعتماد على الوقود الأخضر بالاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة دكتور حقيقة يعني طبعا بشكر حضرتك على هذا التوضيح المفصل لكن كل الأمثلة اللي حضرتك دربتها يا فندم هي مؤشر أنه مصر دلوقتي بتدخل في حقبة جديدة تماما في قطاع النقل والطرق بس ده كان يحتاج من البداية دراسة تكلفة تمويل وتأهيل عشان نقدر نوصل لها النتائج دي محتاج كل سيادتك ذكرتي بالإضافة إلى الإرادة السياسية بكل تأكيد الإدارة الحكيمة الدولة قدرت توفر الحالة التمويل في كل هذه المشروعات ومشكلة وبس يعني قطاع النقل طبعا خد نصيب الأسد في القطاعات التنمية في الدولة بشكل عام أيضا حاليا خطوط السياك الحديدية التقليدية جابت تطورها وازدواجها أكتر من تسع خطوط في الوقت الحالي بيتم ازدواجهم وتطورهم ورفع كفائتهم وتغيير العربات القديمة والقاطرات القديمة بقاطرات حديثة وفي بعض هذه الخطوط بالفعل اشتغل وقاطرات جديدة بالفعل نزت واشتغلت عليه يعني تكاملا مع المنظومة المتكاملة لتطوير قطاع النقل بشكل عام في مصر طبعا الكلام ده كله عايزة أذكر كمان في الوقت ده السيارات اللي هي الصديقة للبيئة اللي بتعمل بالكهرباء رتوبسات اللي نزت في شرم الشيخ قبل مؤتمر كوب 27 وشغالة في شرم الشيخ بالفعل النهاردة شرم الشيخ بتعتمد بشكل أساسي على هذه الوسائل وإن شاء الله نتمنى تعميمها إن شاء الله في كل أنحاء الجمهورية والمناسبة هذه رتوبسات تصنيع مصري بنسبة كبيرة جدا نسبة التصنيع والمكون المحلي فيها كبيرة جدا إن شاء الله نتمنى إنها تتعمم في كل محافظات مصر شراكة مع وزارة الانتاج الحربي أعتقد بشكل أساسي طبعا الانتاج الحربي طبعا بشكل أساسي يعني معظم المكونات الحقيقة أو جزء كبير من المكونات مصري في طريقنا إن شاء الله إنها تبقى مكوم مصري نتمنى إن شاء الله نعم دكتور مبارح كان فيه جولة في غاية الأهمية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي آه طبعا أهمية هذه الجولة في هذا التوقيت تحديدا والله هي خليني باختصار شديد الخبر المعلن جولة السيد الرئيس يوم الجمعة اللي احنا تعودنا عليها للمتابعة لكل مشروعات قومية وإعطاء الدفعة المعنوية والسياسية للعاملين بهذا المشروع من أجل تنفيذ هذا المشروع على أعلى مستوى من الدقة والكفاءة والمواصفات الدولية وده الأمر اللي كلنا اعتدنا عليه بزرد الهدف الأساسي لكن فيه هدف آخر ربما ينظر إليه الأكاديميين زي حضرتك ويعني ألساسة تحديدا من هذا الطريق تحديدا واستراتيجية هذا الطريق تمام هو ما أعلن هو بنتكلم على محور جمال عبد الناصر بداية من الطريق الدائري وصولا إلى المحور محمد بن زايد ومدخل العاصمة الإدارية بطول حوالي 14 كيلو وعرض 45 متر 6 حارات في كل اتجاه وهذا المحور عليه 5 كباري تم تنفيذ الكباري بالفعل بداية من ميدان أربلة ومحور طلعت حرب ومحور محمد نجيب وطريق الجزيرة ثم طريق العبور وصولا إلى محور محمد بن زايد اللي مجرد ما تعدد الدائري الأوساطي حيكون عند مسجد الفتاح العليم وأصبحت في العاصمة الإدارية يعني المسافة من الطريق الدائري لحد العاصمة أصبحت أقل من 15 إلى 20 دقيقة صحيح بوجود هذا المحور اللي هو على وشك الانتهاء هو العمل جاب فيه حالين لم ينتهي بعد ولكن هو على وشك الانتهاء هو الحقيقة هذا الخبر ما أعلن ولكن موراء الخبر طبعا هو استعداد جميع قطاعات وأجهزة الدولة للانتقال بشكل رسمي إلى العاصمة الإدارية عشان تتنية للعاصمة الإدارية لابد تعمل تجهيزات متعددة عندك شرائين أخرى أهمها تعتمد على محور فقط واحد بالضبط أهمها وسائل الاتصال إزاي توصل القاهرة مثلا بالعاصمة مدينة القاهرة الجديدة بالعاصمة تم تطوير محاور التجمع الأول بالكامل خلال السنتين اللي فاتوا منها مثلا محور نجيب محفوظ اللي هو يعتبر امتداد لمحور الشنزو أبي تم تطوير محور طاعة حسين اللي جنب أكاديمية شرطة تم تطوير محور السادات أيضا لخدمة العاصمة محور مصطفى كامل يوسف السباعي جميع محاور التجمع الأول النهاردة التجمع الأول أصبحت شكل تاني خالص كل هذه استعدادات الحقيقة بهدف الانتقال إلى العاصمة وربط مدينة القاهرة الجديدة مع العاصمة وربط مدينة القاهرة وباخ المدن إلى العاصمة وسبق ذلك تطوير طريق السويس بالشكل اللي كلنا شايفينه مع الإنارة الجميلة الشديدة بالأعمدة العالية الهاي مصد يعني أصبح النهاردة الدولة تعتبر جهزة للانتقال إلى العاصمة من خلال قطاع النقل بالإضافة إلى ذكرت قبل كده المونريل وذكرت بقية وسائل المواصلات إن شاء الله وصول المونريل للعاصمة وصل قبل كده إلى RT والنهاردة بنتكلم على محاور في منتهى الأهمية المحور بتاع مبارح ده يعتبر بديل للتسعين الشمالي والتسعين الجنوبي ومكانه بضقة عشان السادة المشاهدين يكونوا واخدين بالهم إحنا بنتكلم على القاهرة الجديدة الطريق التسعين الشمالي والجنوبي يعتبر متوازين تقريبا هو الطريق الجديد اللي بنتكلم عنه هو جنوب التسعين الجنوبي طول 14 كيلو فإن شاء الله إحنا بنعتبر هذا العمل خطوة تمهيدية للانتقال إلى العاصمة وتعزيز وسائل النقل وربط بينها وبين القاهرة الجديدة طيب بعد كل ذكرنا يا فاندم طول إيه دلوقتي للناس اللي كانت في وقت من الوقت شايفة إنه إحنا ليه كل مشروعات النقل والطرق والكبير إحنا مش محتاجينها ليه كل ده ردك إيه سهلة خالص يعني خلينا نشوف أولا كل هذين المشروعات وفرت من الوقت والجهد والوقود مع تعليل التلوثي البيئي السلامة أنا رجع لها رجع لها بالتفصيل أنا الأول اتكلمت عن الحاجات التقليدية اللي المواطن بسهولة يفهمها النهاردة المواطن بقدر يتحرك داخل القاهرة الكبرى بمنتهى البساطة والمحافظات الأخرى يعني ما بداش نشيل همل مش وقت مش بنتكلم بالزب مش بنتكلم أنا باجي من عندي مثلاً في ربع ساعة ماكسوم قبل كده كنت ما دعبش أجي التلفزيون في ساعة لربع صحي طبعاً ده داخل القاهرة بنتكلم على داخل القاهرة أنا أكتوبر أنا كنت ماجي في ثلاث ساعات تقريباً من أكتوبر للتجمع طبعاً المحور كان الدنيا كناس أصبح النهاردة في بدائل كتب جداً جداً صحيح ده كل ده المواطنين عارفينه اللي مش يخدين بالهم منه بقى فعلاً موضوع السلامة أو تقليل معدلات الحوادث وعادة الوفيات وعادة الضحايا والمصابين من جراء الحوادث هو بالفعل بعدما كانت مصر في صدارة الدول في معدلات الحوادث والإصابات والوفيات أصبحت النهاردة الحوادث ومعدلاتها بتقل بقى لنا دلوقتي أربع سنين بتقل بشكل كبير سحي يمكن وصلنا يعني بدون تفاصيل إحصائية يعني وصلنا الأقل من خمسين في المية مما كنا عليه من معدلات الحوادث والمصابين والضحايا وده في الوقت يعني في وقت معين في مصر لو جينا ترجمنا تقليل الحوادث ده لقيمة مادية هنطلع قيمة مادية كبيرة جداً يكفي أن دي أرواح البناء أدمين اللي لا تقدر بأي قيمة مادية صحيح ويمكن ده كان الهدف الرئيسي اللي كان محطوط نصب أعين القيادة السياسية فكرة يعني الحفاظ على أمن وسلامة والممتلكات الخاصة أيضاً للمواطنين من خلال تقديم بنى تحتية ممثلة في شبكة طرق حديثة مؤمنة بأعلى درجات الأمانة والاستخدامات التكنولوجية أيضاً للحفاظ على حياتهم وأرواحهم نشكر حضرتك الدكتور محمد الصادق عوف أستاذ الطرق و المرور بجامعة حلوان شكراً لوجودك معنا أفندي ألف شكراً شكراً لحديك أفندي شكراً للمشاهدة